طلاب العلمي في كل مكان طلاب الصف الرابع الابتدي السلام عليكم و اهلهم بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم هنشوف في الحلقة دي مع بعض حل أسئلة الأداء المنزلي و الصف للأسبوع الأول في مادة العلوم و قبل ما نبدأ من فضلكم عزيني نتفعل على الفيديو من خلال ان احنا نضغط على رمزة عجبني علشان الفيديو يوصل لكل زملائنا و كلهم يستفيدوا تعالوا نبدأ دلوقتي نحل أسئلة الأداء المنزلي اللي هو الواجب المنزلي للأسبوع الأول أول سؤال عندنا بيقول لي وضح الخصائص التي تساعد الكائنات الحية في الصحراء على التكيف مع بيئتها طبعا الكائنات الحية اللي موجودة في الصحراء بتواجه بعض المشاكل زي ارتفاع درجة الحرارة ازاي بتتغلب على المشكلة دي و ايه الخصائص يعني الصفات اللي موجودة عندها بتساعد انها تتغلب على المشكلة دي الخصائص في بعض الحيوانات عندها أزن طويلة و دي تساعدها على حفظ درجة حرارة جسمها عن طريق انها بتتخلص من الحرارة الزي ايه اللي موجودة في الجسم في بعض الحيوانات التانية عندها فراء بني و في بعض الحيوانات بتستطيع القيام بعملية اللاسي يعني تخرج لسانها خارج فمها علشان تعمل تبريد لدرجة حرارة جسمها و في بعض الحيوانات الأخرى بتعمل عملية الاختباء في الجحور أثناء النهار كل دي صفات بتساعد الكائنات الحية اللي موجودة في الصحراء على التكيف مع بيئتها أما السؤال التاني بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارة نوع من التكيف يساعد بعض الكائنات على التسلل إلى الفريسة بعض الحيوانات بتتسلل يعني بتمشي بطريقة بدون محد يشوفها فيها علشان تنقض على الفريسة وتصدها يا ترى التكيف دا اسمه ييه؟ هنقول هو عملية التخفي السؤال التالي بيقول لعلل ما يأتي للدب القطبي فراء أبيض كسيف ليه الدب القطبي عنده فراء أبيض وبيكون كسيف؟ هنقول علشان يستطيع التخفي بين السلوج لأن الدب القطبي بيعيش في المناطق القطبية واللي بتكسر فيها السلوج السؤال الرابعة بيقول لي ماذا يحدث إذا؟ ايه اللي هيحصل لو أصبح لون فراء الدببة التي تعيش بالغابات أبيض اللون طبعا الدببة اللي موجودة في الغابات الفراء الخاص بيها بيكون بني علشان تقدر تتخفى ما بين الأشجار وبالتالي تهرب من قاعدها وكمان علشان تصيد الفرائز لو لونها أصبح أبيض فبالحالة دي سوف لا تستطيع التخفي بين الأشجار بعدم القدر على التخفي بين الأشجار لصيد الفرائز والاختفاء من العداء السؤال الخامس بيقول لي وضح الخصائص يعني الصفات التي تمكن طائر البطريق من الوقوف فترات طويلة على الجليد دون تجمد أقدامه إيه الصفات اللي موجودة في البطريق؟ بتخليه يقدر يوقف فترات كبيرة على الجليد بدون ما يحصل تجمد لقدمين البطريق الصفات دي إن عنده جسم بيكون مغطأ بطبقة من الدهون وأقدامه بتوقف على الجليد بدون تجمد علشان فيها الأوعية الدموية بيحصل لها التفاف حول بعضها وبيحصل بوسط الالتفاف ده انتقال الحرارة من الأوعية الدافئة إلى الباردة إبقى هنسق الإجابة ونقول له جسم مغطأ بطبقة من الدهون وأقدامه تتحمل الوقوف على الجليد بدون تجمد لالتفاف الأوعية الدموية حول بعضها وانتقال الحرارة من الأوعية الدموية إلى الباردة تعالي دلوقتي نحل مع بعض أسئلة الأداء الصوفي وبذكركم بالتفاعل على الفيديو مهم خلال الضغط على رمزة عجبني علشان ده بيوصل الفيديو لغيرنا من زملائنا كلنا نستفيد السؤال الأول عندنا في الأداء الصوفي بيقول ليطلق على الجمل سفينة الصحراء يطلق يعني يسمى الجمل بسفينة الصحراء فكر ما سبب دلك التسمية؟ ليه سموه سفينة الصحراء؟ هنقول لأن الجمل عنده قدرة كبيرة على السير لمسافات كبيرة بدون الشعور بالجوع أو العطش الجمل يقدر يمشي مسافات كبيرة جدا بدون ما يحتاج إلى الأكل أو المياه أما النقطة اللي بعد كده بيقول لي لاحظ صور البيئات التالية ثم سجل الإسم الذي تعبر عنه كل بيئة أول صورة عندي عبارة عن المال فدي بتمثل البيئة الصحراوية الصورة التانية عبارة عن سلوج بتمثل البيئة القطبية لو حد زميلي كتب بيئة سلجية برضو إجابته صحيحة الصورة التالتة عبارة عن مياه يبقى هقول البيئة دي بيئة مائية النقطة اللي بعد كده بيقول لي حدد مع زميلك أحد الكائنات الحية التي تعيش في البيئة الصحراوية عايزين مثال على واحد من الكائنات اللي بتقدر تعيش في البيئة الصحراوية هقول له زي السحالي أو زي الجمل النقطة الثلاثة بيقول لي استخرج الخصائص الخصائص زي ما قلنا يعني الصفات التي تمكن الكائنات الحية من المعيشة في البيئة الصحراوية الكائنات اللي موجودة في الصحرا عندها بعض الصفات اللي بتخليها تقدر تعيش في الصحرا أذكر بعض الصفات دي هنقول له زي وجود حراشيف ملونة علشان تساعد الكائنات الحية على الاختفاء بين الصخور النقطة اللي بعد كده بيقول لي من خلال ملاحظتك للكائنات الحية بالأنظم البيئية المختلفة وطرق تكيفها للبقاء على قيد الحية اختر من العمودين به وجيم ما يناسب عبارات العمود ألف عندي جدول في ثلاثة عمودة ألف وبه وجيم هنقرأ مع بعض العبارات اللي موجودة فيه العمود ألف ونشوفها بتتناسب مع مين من العمود به والعمود جيم العمود ألف العبارات اللي موجودة فيها خاصة بمظاهر التكيف والكائنات الحية فبيقول لي كائنات تحافظ على برودة جسمها هقول له من العمود به الكائنات اللي بتقدر تحافظ على برودة جسمها دي موجودة في البيئة الصحراوية تاني عبارة بيقول لي بتبحث عن الظل يبقى معناها أن هي موجودة في مكان أشعة الشمس حرارتها بتكون مرتفعة يبقى أيضا الكائنات اللي موجودة في البيئة الصحراوية تلاتة تخزن الغذاء تقدر تعمل عملية تخزين للطعام في صورة دهول زي الجمل يبقى أيضا الكائنات اللي موجودة في البيئة الصحراوية أربعة عندها ريش كسيف وطبقة سميكة من الدهون يبقى تيني العبارة الرابعة بيقول لي أن الكائنات دي عندها ريش كسيف وطبقة سميكة من الدهون طالما عندها ريش كسيف وطبقة دهون علشان تحافظ على درجة حرارت دي سمها تجعلها دافئة يبقى الكائنات دي موجودة في البيئة القطبية طيب تعالوا نروح للعمود جيم أول نسال عندي على الكائنات الحية مديني الجمل هنقول له الجمل ده من صفاته أو من مظاهر التكيف عنده أنه بيخزن الغزاء يبقى من العمود ألف هنختار العبارة الثلاثة يبقى قدام الجمل نكتب ثلاثة الكائنات التاني الدب القطبي الدب القطبي عنده ريش كسيف وطبقة سميكة من الدهون دي موجودة في العمود ألف رقم أربعة يبقى قدامه ما بين القسين هنكتب أربعة السحالي من صفاتها أنها بتبحث عن الظل لأنها بتعيش في البيئة الصحراوية يبقى قصادها هنكتب اثنين وآخر واحد البطريغ هنقول له أنه بيكون عنده ريش كسيف وطبقة سميكة من الدهون يبقى قصاده أيضا هنكتب أربعة السؤال اللي بعد كده معانا بيقول اللي بتتعاون مع زميلك اقترح أمثلة لكائنات حية أخرى تعيش في البيئة الصحراوية عايزين أمثلة على كائنات بتعيش في البيئة الصحراوية ومثال على الكائنات اللي بتعيش في البيئة القطبية اللي بتعيش في البيئة الصحراوية هنقوله زي السعالب والبيئة القطبية زي السعلب القطبية البيئة الصحراوية ممكن نكتب السعالب أو الصحالي أو الجمل أما السؤال اللي بعد كده معانا فيه ثلاث صور قديمة على الشاشة أول صور للدب القطبي والتاني للبطريق والتالتة لسعلب القطبي السؤال عندي بيقول من وجهة نظرك أي من الكائنات السابقة اللي احنا شفنا صورهم دول يمكن أن ينزلق على الجليد بقدمين مكشوفتين يقدر أنه هو يعمل عملية تزلق على الجليد وقدامه مكشوفة بدون ما يحصل لها تجمد هقوله هو البطريق السؤال اللي بعده بيقول لي ناقش مع زميلك ما الخصائص التي ساعدت هذا الكائن للتكيف مع بيئته؟ إيه الخصائص اللي موجودة عند البطريق؟ ساعدته إنه هو يقدر يعيش في البيئة القطبية على السلوج الخصائص والصفات دي هي إن له جسم مغطى بطبقة من الدهون وأقدامه بتتحمل الوقوف على الجليد بدون تجمد لالتفاف الأوعية الدموية حول بعضها وانتقال الحرارة من الأوعية الدموية الدافئة إلى الأوعية الدموية الباردة السؤال اللي معنا بعد كده بيقول لي مستعينا بالكتاب المدرسي يعني تقدر تستخدم كتاب المدرسة وفي ضوء ما درست وفي ضوء اللي انت تعلمته اكتب ما تشير إليه المفاهيم الآتية يعني المصطلحات أو المفهومين اللي قدامك في الجدول دول عايزين نكتب تعريف مبسط ليهم أول مفهوم عندي هو التكيف يعني إيه التكيف؟ هنقول صفات أو خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاسر في البيئة التي يعيش فيها المفهوم الثاني هو عملية التخفي هنكتب تعريف لها وأنقول هي أحد أنواع التكيف التي تساعد الحيوانات من صيد الفرائس والاختباء من الأعداء وبكده صدقان العزين يكونوا صن لنهاية حل أسئلة الأداء المنزلي وإلى أداء الصفي للأسبوع الأول فضلا من أسعد بتفاعلكم معنا من خلال ضغطوكم على رمزة عجبني علشان ده بيوصل الفيديو لغيرنا من زملائنا كمان تقدر تشارك الفيديو معاهم بأشارة اللي استخدمت رمز المشاركة أما لو أنت أول مرة تشوفنا وحبيت أنك تنضم لنا بكل سعر عادة نسعد بنضمامك من خلال استخدامك لرمز اشتراك أو كلمة سبسكرايب اللي هتلاقيها أسفل الفيديو أيضا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبلوا أرق تحياتي لكم جميعا وأطيب أمنياتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته